ضمن مجموعة إنجازات بحثية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شاركت الجامعة بأول فريق سعودي كأول مشاركة سعودية من نوعها ضمن حملة الأعماق الخمسة العالمية والتي تعنى بدعم الاكتشاف العلمي وجمع بيانات الأبحاث العلمية امتدادا لمسيرة الاكتشافات والإنجازات العلمية للمؤسسات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية ضمنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست المشاركة السعودية الأولى من نوعها لحملة الأعماق الخمسة وهي حملة يشارك فيها علماء من الجامعة للغوص في ثلاث مواقع في قاع البحر الأحمر لأغراض الاستكشاف العلمي الحملة التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال الأبحاث البحرية ودعم سبل اكتشاف الأعماق على المستوى الإقليمي والدولي اليوم ساعدنا جدا بوجود هذا الفريق المكون حوالي أكثر من 15 شخص بدعم لا محدود من جميع القطاعات ممثلة في وزارة الدفاع والحرس الحدود وجميع القطاعات الأمنية والحكومية في المملكة العربية السعودية التي سهلت وساهمت في إنجاح هذا المهمة التي ليست مهمة سهلة وهذه أول غواصة تصل للمملكة العربية السعودية بهذا الشكل تنطلق بعثة استكشاف البحر الأحمر على متن الغواصة Limiting Factor والسفينة التابعة لها المجهزة بكاميرات عالية الدقة لتدوين الملاحظات وإجراء العديد من الأبحاث العلمية النوعية وجمع عينات بيولوجية وجيولوجية تدعم دراسات وأبحاث المجتمع العلمي العالمي عبد الرحمن المحضار الأخبارية جدة